للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري أستاذ هدى كيف أصبحت جريمة التعذيب والإخفاء القسري سلوكا وممارسة فاضحة تقوم بها الميليشيا ضد المختطفين والمخفيين في سجونها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمعن ميليشيا الحوتي بارتكاب كافة القرائم والانتهاكات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك أيضا التشريعات الوطنية من قتل خارج إطار القانون إلى اختطاف وتعذيب وأيضا اعتقال التعسفية والرأي العام المحلي والدولي شهد في الآوينة الأخيرة اختطاف أكثر من خمسين موظف تابع للأمم المتحدة يعملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوتيين للأسف قامت هذه الميليشيات باعتقال هؤلاء الموظفين ردا على قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة العدن وكذلك أيضا قرار نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى العاصمة عدن وبالتالي كان رد ميليشيا الحوتي باعتقال الموظفين الذين تعتبرهم رهائن للضغط على المجتمع الدولي ومنظماته وكذلك أيضا على الحكومة الشرعية والتحالف الجميع يعي ويفهم أن كل التهم التي رثقتها ميليشيا الحوتي بالموظفين وما أظهرته من مقاطع مصورة في قنواتها المرئية ما هي إلا تهم كيدية هدفها الزجة بالموظفين واختطافهم من خلال اختطافهم واعتقالهم وأيضا الضغط عليهم لاستخراج اعترافات غير صحيحة وتهديدهم أيضا بالتالي حتى الآن لم يستطع أي محامي حضور تحقيقات النيابة وربما قد يحال هؤلاء الموظفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لقضاء الحوتيين وقد يعدموا أو يصدر بحقهم أحكام إعدام وهذا يعتبر قتل خارج إطار القانون وميليشيا الحوتي متعودة بين كل فترة وأخرى تقوم بإحالة المعتقلين والمختطفين التي تقوم باختطافهم من مناطقها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة ومن ثم إظهار قرارات بالإعدام ويعتبر هذا نصا صريحا بانتهاك ومصادرة حق الحياة للمواطنين وجميع الفئات التي تعتبرهم رهائن متى ما أحتاجت لهم للضغط على مختلف الأطراف لأيضا استخراج والإدعاء لطلباتها تقوم بهذا العمل والكل يعي مثل هذه الموارسات أمام هذه الجريمة المتكررة والممنهجة التي تتخذها الميليشيا الحوثية وسيلة لقمع كل صوت يعارض مشروعها الإرهابية السلالي ما هو موقف القوانين الدولية والمحلية تجاه هذه الجريمة والمطلوب حتى يتم إيقاف موارسة هذه الجريمة الحوثية الإمامية الممنهجة في بلادنا وبحق أحرار اليمن بالطبع القوانين الدولية وكذلك أيضا المحلية واضحة وصريحة فيما يخص هذه الممارسات والجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وهي أيضا مقرمة وفق القانون الدولي الإنساني ووفق القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك أيضا التشريعات الوطنية وهي أيضا مرفوضة جملة وتفصيلا من الرأي العام المحلي والدولي نحن قمنا بالعديد من اللقاءات مؤخرا وكذلك أيضا عملنا على تنفيذ حملة إعلامية لمناصرة الموظفين الأمم المتحدة المختطفين في صنعاء والتقينا بالعديد من الجهات أو صلنا أصوات أهالي الضحايا إلى هذه الجهات لأنها يجب أن تقرم ولا تكتفي بالبيانات الصادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو إصدار بيانات ولكنها عليها أن تقوم بتنفيذ إجراءات وممارسات والضغط على ميليشيا الكوتي بالإفراج الغير مشروط على هؤلاء الموظفين وبالتالي أيضا مسؤولية الجميع مجتمع مدني منظمات دولية وأيضا المنظمات التي يعمل بها هؤلاء الموظفين عليها التحرك فورا وأيضا الضغط على المبعوث الأممي للتكلم ورز هذه الواقعة وأيضا التكلم عليها في إحاطته أمام مجلس الأمن كما نطالب كمجتمع مدني وكذلك أيضا كرأي عام بأن يتم تصنيف أو رفع تصنيف جماعة الحوثي إلى منظمات إرهابية وأن يتم مصادرة كل الأسلحة التي تصل إليه ومنعها أيضا وكذلك أيضا تكفيف منابع الأموال التي تصل إليه وملاحقته دوليا لأنه ارتكب العديد من الانتهاكات والقرائم المقرمة من خلال القوانين الدولية أو المحلية ترجمة نانسي قنقر